رمضان الماضي قلت لكم الله يعينكم عليه بس الحين بقول الله يعيني ويعينكم على ماما أقولها متحف تقول لي متحف الملكة إليزابيث أليكزاندر ماري وينزر للا ماما خلصنا من هذه الفلسفة حقية الأسماء أرجوكي سوري سوري يا سارة يعني أنت عرفتها؟ طبعا عرفها مش هي ملكة البلد اللي إحنا بعاصمتها الحين لندن صاح برافو عليكي ملكة بريطانيا وخمستعشر ولاية ملكية ثانية اسمها إليزابيث الثانية يا ماما بس خلاص لنزود طيب بس خلاص خلينا أقول لك هذه المعلومة اتولت إليزابيث عرش بريطانيا بعد وفاة والدها الملك جورج السادس سنة 1952 لما بدأت الحرب العالمية الثانية كان في فكرة أنهم يئنقلوا كل الأميرات ومنهم الأميرة إليزابيث لكندا بس أمهم رفضت وقالت أنه لا يمكن أنها تسيب أولادها ولازم تبقى جنبهم وجنب الملك والملك طبعا لن يترك الوطن والله أم عظيمة عن جد وكمان أثناء الحرب انضمت للخدمة العسكرية النسائية وكانت برتبة الملازم ثاني إليزابيث وبكذا كانت السيدة الوحيدة في العائلة المالكة اللي خدمت في العسكرية الملكة إليزابيث تزوجت من الأمير فليب لكن تعرفين كم ملد وبنت عندهم يا ماما؟ أكيد أعرف عندهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والأميرة آن والأمير أندرو وأدورد الأمير تشارلز هو اللي تزوج الأميرة ديانا اللي ماتت بحادث السيارة صح؟ والله برافو عليك يا سارة أنت مايفوتك شيء أدري تعرفين يا ماما في أي سنة الملكة إليزابيث الثانية تولى تعارش بريطانيا؟ سنة 1952 لما توفى أبوها الملك جورج السادس بس اللي ما تعرفينه وأنا أعرفها إن الملكة إليزابيث تشجع أي فريق يا ترى؟ أي فريق يا سارة؟ طبعا فريق أرسنل الإنجليزي مو معقولة أنت يا سارة أنا ما كنت أعرف هذه المعلومة ش دراكي أنت؟ إي بس أنا ذكية وأعرفها وأعرف كمان إن دائما تتفرج على المباراة حقتهم وكمان الملكة إليزابيث تحب الخير وهي بتشارك في أكثر من ستمية جمعية خيرية وأزيدك من شار البيت إنها تحب الصفر كثير وتعرفين أي بلد تحب تزورها؟ أمريكا كمان هذه تعرفينها؟ مام خلينا نشوف الأميرة ديانا دم نتكلم على العيلة المالكة في بريطانيا يلا بينا أهي موجودة قدامنا يلا